أعاهد الله تعالى بأن أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيضهم الله تعالى بتلك الكلمات علق المفكر الشيعي اللبناني محمد الحسيني على الأمر الملكي بمنحه الجنسية السعودية فما القصة؟ أهلا بكم أنا أحمد شربطلي وهذه هي التفاصيل صورة نشرها المفكر الشيعي اللبناني محمد الحسيني تجمعه بالملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين معلقا عليها بالإعلان عن منحه الجنسية السعودية كانت بداية الحديث عن تلك القصة ونشر الحسيني تغريد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها مناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيضه الله وتشريفي بمنح الجنسية السعودية أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم والسمو ولي العهد الأمين سائلا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم ولكن لماذا تم منحه الجنسية السعودية ولماذا في هذا الوقت بالتحديد لفهم القصة يجب علينا الرجوع قليلا للوراء وتحديدا يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري عندما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة الأمر الملكي كان الهدف منه فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية ويعود أيضا بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة وفي هذا الصدد تم منح الجنسية للمفكر اللبناني الشيعي محمد الحسيني فهو يعتبر من الشخصيات الدينية المعتادلة في لبنان أو لبنان عفوا إذ يدعو دائما إلى الوسطية ويصر على ضرورة عدم تسييس شيعة لبنان وربطهم بأحزاب سياسية وقد حصل محمد الحسيني على الجنسية السعودية ضمن قائمة ضمة خبراء في الطاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية والمفكر الشيعي اللبناني محمد علي الحسيني يشغل منصب الأمين العام الحالي للمجلس الإسلامي العربي في لبنان وهو باحث ومحاضر إسلامي سياسي لديه أكثر من سبعين كتابا ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية الوحدوية الرافضة لمنطق الفتنة ودعاتها وعرف محمد علي الحسيني بعمله الواسع في أمور الدين والدنيا فهو له وزنه وثق له وتأثيره على الساحة العربية والإسلامية ويحظى باحترام وتقدير لدى كافة الأوساط السياسية الفكرية والدينية ولدى المراجع والعلماء وكبار الشخصيات العامة بالشأن الفكري والديني والسياسي لسيما في الدول العربية والإسلامية ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية المنفتحة والدينية المعتدلة والوحدوية الرافضة لمنطقة التفرقة والفتنة ودعات الفتنة ويسعى لبناء الأرضية العامة لآرائه ومواقفه وفق رؤية جامعة تستند على قراءة وفهم واستيعاب دقيق لمختلف الطوائف والأديان والشرائح المكونة لشعوب الدول العربية والإسلامية ساعيا من خلال ذلك لإيجاد محاور ومرتكزات التحاور والتقارب بين الطوائف والأديان من أجل سيادة مبدأ التودد والتعاطف والتكاتف والتأذر الاجتماعي والإنساني شكرا لكم طيب المتابعة كان معكم أحمد الشربطلي اشتركوا في القناة